الجزية التانية ما يتعلق بمستقبل علاقة مستر بوسماني مع النادي الاهلي لأنه الأصل المشكلة اللي أسيرت امتهت جدد وكانت المسألة مطروحة في العلام كما لو كان الراجل بكرة المفروض يمشي محدش كان وقت داله أن مستر بيتسو موسماني مرتبط بعقد مع النادي لنهاية الموسم لأنه تخلص الموسم المحلي والأفريقي وفقا لعقد الراجل اللي ساري حتى الآن لكن حفاظا على هذه العلاقة وعلى نظام العمل في النادي في آن واحد النادي قدم لمستر بيتسو موسماني العرض اللائق لاستمرار في العلاقة وتجديد العقد ناقش مستر بيتسو العقد معك ده العقد النهائي للنادي أو العرض النهائي من النادي الآلي وفقا لما يراه النادي ومسؤولوه عن استمرار العلاقة القادمة العقد عندك مستر بيتسو موسماني أو العرض عندك لكن دلوقتي نقفل الموضوع في الكلام كله ده كان رأي الكابتن محمود الخطيب أو قراره لمستر بيتسو موسماني أو للأطراف المتدخلة في الموضوع سواء الوكيلة أو من يديرين المفاوضات معاه هنقفل الموضوع عند هذا الحد التمام مش ده التوقيت والعرض معك وحنتكلم في نهاية الموسم أو نهاية العقد لأن العقد زي ما قلت لكم يجدد أو لا يجدد الخواجة مستمرة لنهاية العقد اللي هو نهاية الموسم المحلي والقر أو في دور الله يعني عشان ما نخشش برضو في مساحة هل عندنا معلومة عايزين نوصل المعلومة أن العقود الآن مؤجلة دراستها لأن اللحظة اللي إحنا فيها دي إحنا مش ده وقت منخشة العقود ولا التفاصيل فاللي أنت قلت ده إضاح مهم جدا أن الأمور اللي عايزي تكلم فيها والسنتجة دلوقتي كل السنتجات هتبقى مش مزبوطة فأغلق الموضوع عند هذا الحد على هذا التوضيح بشكل كامل من النادي لمستر بيتشو مرسماني والجميع تفرغ لأداء المهمة كابتن محمود الخطيب لا أسباب طبية ما قدرش يسافر مع البعثة النهاردة لكن هيلحق بها يوم الأربع إن شاء الله في أبو ظبي عشان يكون جنب الفريق في هذا الظرف الصعب جدا اللي ما اعتقدش فيه أي فريق مر به قبل كده على الإطلاق على الإطلاق مسألة في منتهى الصعوبة لكن إن شاء الله كل الثقة في الناس اللي سافرت النهاردة كل الشتقة في الجهاز الفني وبإذن الله بمزيد من التركيز نقدر نتخطى هذا الموقف الصعب جدا ترجمة نانسي قنقر